اشتركوا في القناة الحواس وما هو كل واحد منها ثم بعده يقول المصنف وبكل هاسة منها يوقف على ما وضعته له في الحقيقة هذه إشارة إلى عقيدة أهل السنة وتعريض ببطلانه غيرها من الأقائد من التاثير لهذه الحواس في مدركاتها وعدم إمكان الإدراك بها غير ما يدرك بها عادة بكل هاسة منها يعني من الحواس الخمس السابقة ذكرها يوقف أي يطلع أي يدرك على ما وضعت يعني تلك الحواس موضوعة معينة مخلوقة له يعني لأجله لإدراكه للإطلاع عليه للوقوف عليه هكذا إذن الظمير له يرجي إلى ما ما واقعتنا لمدرك لأم محسوس بكل هاسة هكذا يوقف ثم يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك عشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والزوق للمطعوم والشمس للروائه لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى هذا يعني عادة هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل من تلك الحواس السمع والبصراء هكذا لماذا لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع لإدراك الحواس كذلك الذوق لإدراك المطعومات الطعوم كذلك الشم لروائه الذوق للطعوم أما في نسخة للمطعوم لكن أظن أنه صحيح للطعوم نعم الذوق ما يدرك بها الطعوم والشم للروائه هكذا لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى لا يدرك بحاسة ما يدرك بحاسة أخرى نعم ثم يذكر يعني عسام الدين في عشيته لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى كذلك يذكر الخيال إشارة إلى أن تقديم قوله بكل حاسة على متعلقه يعني قوله يوقف للاختصاصي يعني يوقف بكل حاسة منها يوقف فإذن لا يوقف بغيرها هذا الاختصاص مستفاد من هذا التقديم لذلك قال أشاره التفتزان رحمه الله لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى ثم يعني قوله ولا يخفى أنه كما يفيد ما ذكره الشارف يفيد أنه لا يدرك بدون الحاسة ما يدرك بها يعني أولا ذكر أشاره ذكر لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى يعني مثلا المسموعات لا يدرك بالعين المبصرات لا يدرك بالسماعي هذا الذي ذكر أشاره الله فإليه عشام الدين يفيد أنه لا يدرك بدون الحاسة ما يدرك بها يعني المبصرات هل يدرك بدون البصري لا هذا الاختصاص مستفاد من الربارة المسموعات لا تدرك بغير السماعي لا المذوقات هل تدرك بدون الزوق لا فكذا يعني حسر من الجانبين وكأنه لم يتعرر له هذا مستفاد من عبارة المسنف ومع ذلك لم يتعرر له الشارف لماذا لأنه ليس محل النزاعي والمبحوث عنه فيما بينهم ليس هذا مبحوثا عنه فيما بينهم لكن اللاهر أن عجم الوقوع ثابت يعني هذا عجم الإدراك بغيرها فكذلك بدونها ثابت ومن يمنع إمكان إدراك ما يتعلق بالبصر بالسمع يمنع إمكان إدراكه بدون البصر والحق والجواز كذلك المانع يمنعون هما يعني عسام الدين ذكر الحسر من جانبين المانع يمنع هما لا يجوز أحدا منهما وماذا لك عدم الزكري لماذا؟ لآدم كونه محل النزاعي وأن البحث عنه لما قينا إذن هذا الحق والجواز يعني من الجانبين الحق والجواز معنى هو تدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى كذلك تدرك بدون الحاسة ما يدرك بها هذا الإمكان والجواز العقلي كما سيأتي في الشرح هنا هذا يوقف هكذا قال لم يذكر عنه يمكن أن يوقفها وبكل هاسة منها يوقف هكذا عبر المسنف لم يعبر يمكن أن يوقف لو عبر هكذا ففيه يكون عدم الإمكان نعم لكن هذا عدم الإمكان لا بل هذا الجواز كالسماعي للعصوات والذوق للطعوم والشم للروائي لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُوا أَوْ يَمْدَنِعُ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ يعني هَلْ يَدْرَاكُ بِهَذِهِ الْحَوَاسِ مَا يُدْرَكُ بِالْحَاسَةِ الْأُخْرَى هَلْ يَجُوزُوا أَوْ يَمْدَنِعُوا أولا قال يوقف يعني هكذا جاري في العادة يجري هكذا أما خلاف العادة هل يمكن أو لا يمكن هذا هو الخلاف وَالْحَقُ الْجَوَازِ فَإِذَنْ يُمْقِنْ أَنْ يُدْرَكَ بِالْسَّمُعِ الْمُبْصَرَاتِ وَكَذَلِكَ يُمْقِنْ أَنْ يُدْرَكَ بِالْعَيْنِ الْمَسْمُوعَاتِ فهكذا وَكَذَلِكَ يُمْقِنْ أَنْ يُدْرَكَ الطعوم بالشم وَكَذَلِكَ يُمْقِنْ يُدْرَكَ الْرَوَائِحُ بِالْزَّوْقِ هكذا من الممكن يعني ليس هناك مانع عقلي من هذا الإدراك لما أن ذلك بمعذ خلق الله تعالى من غير تذير للحواسي لماذا هذا جائز عقلا؟ لأن كل هذا بخلق الله تعالى ليس لهذا الحاسة تذير فإذا ممكن هذا رجل يُحِدُّ يعني سمعه إلى صوت فيخلق الله سبحانه وتعالى يدراك الصوت بالأذن فهكذا ها نعم هكذا يمكن كذلك يعني يُحِدُّ الأذن نحو شيء مرئي نعم نحو شيء مرئي فيخلق الله سبحانه وتعالى يدراك هذا المرئي أو الرؤية في الأذن كذلك على الأكس يعني يُوجِّه عينه ويفتح عينه نحو الصوت مصموع فيخلق الله سبحانه وتعالى إدراك هذا الصوت في عينه هذا يمكن يعني هذا ليس محالا عقلا وهذا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى لذلك جائز عقلا ثم فلا يمنع فلا يمدن يخلق الله عقيم الصرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا كذلك بدون حاسة أيضا يمكن مثلا بدون سمع يمكن أن تدراك الأصوات يعني بدون أي حاسة بل آخر يخلق الله سبحانه وتعالى هذا إدراك الأصوات في نفسه بدون واسطة العلات فكذلك الرؤية إذا الله تعالى يخلق الرؤية رؤية شيئا في نفس الرجل بدون واسطة العلات وحاسة من الحواس هذا ممكن عقلا في المراجع الدينية مراجع الشرعية شواهد لهذا مثلا إذا الناس يتحدث هو الرجل الإنسان يتكلم بلسانه وهناك جماد جماد تكلم فكذلك حيوانات تكلمت وسمعت وعذركت هكذا مثلا وقعت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحيوان البقمي العجمي فكذلك كما غرضان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك حجر في جدار في الطريق إلى بيت خديجة رضي الله عنه يسلم عليه إذن هذا حجر قد نتقى وهو أدرك أن هذا المار عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان يسلم عليه بصيغة السلام عليك يا رسول الله هكذا هذه شواهد يستغنس بها في هذه المثلة ثم بعد ذلك فإن غيلا أليست الزائقة تدرك بها حلاوة شيء وحرارته معا إذن هناك سبق هذا الاختصاص المستفاد من قول المصنف وكذلك قول الشارع صريحا لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى هذا منقول بهذا إذن قيل هذا نقل لهذا اعتراض لهذا قلنا لا بَلِلْحَلَاوَةُ تُدْرَكُ بِالْزَوْقِ وَالْحَرَارَةُ بِالْلَّمْسِ اللمس موجود في الومي واللسان ذكرنا أن اللمس يعني موجود في لاهر الجلد فإذن يوجد في داخل الفمي واللسان قوة واللمس وبهي يوجد يدرك والحرارة والبرورة وحكذا أما الطعوم تدرك بالزوق الموجود في اللسان فإن قيل أليست الزائقة اللاهر أن يكون يرادا على ما ذكر من أنه لا يمكن أن يدرك مدرك حاسة بأخرى نعم هكذا ثم بعده يشرع المصنف في بيان الخبر الصادق السبب الثاني للعلم للخلق والخبر الصادق على نوعين أحدهما الخبر المتواطر ثم والثاني خبر الرسول والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة هكذا حواس خمس هذا خبر الصادق إثناني نوعاني يشرح الشعر هو الصادقة الصادق معناه أي المتابق للواقعي بينا سابقا معنا الصدق عندما بينا معنا الحق الصادق والمتابق للواقع للثابت للمتحقق بالخارج فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تتابقه تلك النسبة فيكون صادق أنه لا تتابقه فيكون كاذبا فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر يعني هنا في نسختنا الصادق صفة للخبر والخبر مع العريف والآمل التعريف الخبر الصادق فإذا الصدق هو صفة للخبر هكذا نسخة ثم يبين شعره يمكن أن يجعل الصدق صفة للمخبر لو كان كذلك فتكون الابارة وخبر الصادق بالإضافة وخبر الصادق وهنا الخبر الصادق أي المتابق للواقع يعني جعل الشعره والمسنف أيضا جعل الصدق صفة للخبر ويذكر تعليله فإن الخبر هذا تعليل لهذا اللهم فإن الخبر كلام يكون لنسبته كلام يعني لفظ مفيد هذا كلام لفظ مفيد فإذا يكون مجتمع على نسبة يكون لنسبته خارج هذا الكلام يكون لنسبته خارج تتابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تتابقه فيكون كذبا هذا معنى قولهم هذا الخبر يعني ما يحتمل الصدق والكذبا هذا الاحتمال كيف يكون الخبر ما يحتمل الصدق والكذبا هذا الانشاء ما لا يحتمل الصدق والكذبا كيف يكون هذا الاهتمال لو كان لنسبة الكلام خارج لو لم يكن خارج فلا يحتمال لو كان خارج فيحتمال المتابقة أو عدم متابقته لو تابق فصدق لو لم يتابق فكذب هكذا يكون لنسبته خارج تتابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تتابقه فيكون كذبا فالصدق والكذب على هذا من اوصاف الخبر لماذا؟ هذه النسبة لو تتابق الخارج هذا النسبة الكلام هي التي تتابقه أو لا تتابقه فالصدق والكذب من اوصاف الخبر وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به ولا على ما هو به وقد يقالان ماذا يقالان هذا الصدق والكذب يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به هذا صدق الإخبار عن الشيء لا على ما هو به هذا كذب وإذا يكون الخبر وإذا يكون الخبر بمعنى الإخبار والذي سبق الخبر الخبر المخبر به هذا هو وهذا الخبر بمعنى الإخبار فيكون الصدق والكذب صدق سفتان للمخبر لا يكون سفتان للخبر هذا الذي قال قد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على أي وجه على ما هو به على ما هو كلمة ما واقعة على إثبات أو نفي فإذا على ما يعني على إثبات أو نفي هو ضمير يرجي إلى الشيء الشيء به يعني متلبس بذلك الإثبات أو النفي فإذا لو كان الإخبار هكذا فصدق ولا على ما هو عليه هذا عتفن على قوله على ما هو به ولا على ما هو به عتفن لا على ما هو به فيكون المعنى الإخبار عن الشيء لا على ما هو به لا على ما على إثبات ونفي هو أي الشيء به يعني متلبس بذلك الإثبات أو النفي أي الإعلام الإخبار معناه الإعلام بنسبة تامة خبر نسبة تامة فإذن الإخبار الإعلام بنسبة تامة تتابق الواقع أو لا تتابقه هذه النسبة تتامة إما تتابق الواقع أو لا تتابقه فيكوناني هذا معنى مطابقة النسبة للواقع للثابت في الغارج وعدم مطابقته هذا معنى قوله إخبار عن الشيء على ما هو به لا على ما هو به نعم سمع فيكوناني من صفات المخبير الصدق والكذب كلاهما من صفات المخبير فمنها هنا يقر في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف وفي بعضها خبر الصادق بالللافة نعم فإذن عندما يبين علماء الكلام أسباب العلمي فبعض يعبر بالخبر الصادق صفتا وموصوفا وبعض يعبر بخبر الصادق بالللافة لماذا فهذا الصدق والكذب يكوناني سفت الخبر ويكوناني سفت المخبير من ها هنا أي من أجل ذلك هذا عبارة مترادفة لإبارة من سمع من سمع يعني من ها هنا سمع للإشارة للبعيد غالبا لكن يشار بها إلى القريب فإذا من سمع في هذا تعبير كلمة سمع للإشارة إلى القريب بمنزلتها هنا ثم كلمة من هذه من هذه الابارة هل هي ابتدائية أو تعليلية اختلف النحات الراجح أنه تعليلية أن هذا كلمة من تعليلية ليست ابتدائية لأجل ذلك يشرح هذه العبارة من يشرح ها من الشراح بقولهم أولا من ثم من ها هنا من أجل ذلك هكذا يشرحون من أجل ذلك هذا تفسير لكلمة من بكونها تعليلية نعم ثم على نوعين الخبر الصادق على نوعين أحدهما الخبر المتواتر سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي لماذا أن المتواتر التواتر معناه التتابع تواتر بمعنى تتابع فإذا الخبر المتواتر يعني الخبر المتطابع فإذا معناه هذا مدلوله هذا الخبر الصابت على ألسنة قوم لا يتصور تواتوهم على الكذب لماذا سمي هذا الخبر بالخبر المتواتر لأن هذه الحالة لكل خبر متواتر لا يقع دفعة واحدة بل يكون على دفعات فإذا كأن هذا الخبر يتتابع 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 حتى يصل إلى هذه الحالة يعني حالة لا يتصور تواتو المخبرين به على الكذب عمدا أو اتفاقا نعم فإذا أولا يخبر به واحد ثم يخبر به آخر ثم يخبر به ثم يخبر به ثم يخبر به حتى يبلغ عدد المخبرين آآ يعني عددا لا يتصور تواتهم على الكذب هذا هو الغبر المتواتر نعم ثم هذا الخبر الصادق على نوعين الخبر الصادق الألف واللعم للتعريف فإذا هذا الخبر الصادق على نوعين معناه الخبر الصادق الذي هو من أسباب للم على نوعين سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي ثم يعرف الخبر المتواتر وهو الخبر الصابت ثابت يعني الواقع والكائن على السنة قوم لا يتصور تواتوهم يعني ومصداقه وقوع للم من غير شبهة لا يجوز العقل توافقه كيف لا يجوز يعني لا قصدا ولا على سبيل الاتفاقية هكذا بيّن مصلح الدين القصد فيها شئته قوله لا يجوز العقل تواتوهم لا قصدا بطريق الموالعة يعني الموافقة أولا يتوافقون فيما بينهم أنهم يخبرون بكذا ثم يخبرون هكذا لا يمكن التوافق فيما بينهم قصدا وكذلك ولا على سبيل الاتفاق يعني واحد أخبر ثم أخبر به آخر اتفق الإخباران ثم ثالث ثم رابع هكذا أخبروا لكن لا يجوز العقل اتفاق إخبارهم بهذا الخبر هكذا لا يجوز العقل توافق ثم فإذا فيه إشارة إلى أن شرط التواتر عدد شأنهم هذا شرط التواتر ماذا عدد شأنهم هذا معناه لا يمكن تواطهم على الكذب لا يجوز العقل تواطهم هذا هو لا لا يحصرهم عدد لا يشترط في التواتر أن يخبر به عدد غير محصور هذا ليس بشرط كما شرطه بعض وَلَا يَحْبِيهِمْ بَلَدٌ عند بعض يشترط أن لا يحبِيهِمْ بَلَدٌ يعني أن لا يكون المخبرون من بلد واحد بل من بلاد مختلفة وهذا ليس شرطا في التواتر على الراجه كما ذهب إليه جماعة وَلَا اختلاف دينهم وَنَسَبِهِمْ وَوَطَنِهِمْ ليس كل هذا شرطا كما اشترط طائفة وَلَا أُجُودُ الْمَعْسُومِ فِيهِمْ كَمَا أُجَبَهُ الشيعة إن الشيعة ينبغي لأن يكون خبر متواطرا أن يكون في المخبرين معسوما أن يكون في المخبرين معسوما هذا ليس بشرط وَلَا إِسْلَامُهُمْ وَلَا عَدَالَتُهُمْ كَمَا قَالَ بِهِ جَمْعٌ لَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُ هَاولَهِ وَلَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُ هَاولَهِ بَلْ لَوَ أَخْبَرَ بِهِ فُسَّاقٌ عَدَدُهُمْ عَدَدٌ لَا يُمْجِنُ تَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكَذِبِي أو أَخْبَرَ بِهِ كُفَّارٌ لَا يُمْجِنُ تَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكَذِبِي وهو خبر متواطر يحصل به العلم نعم هكذا وَلَا عِبَرَةَ بِهِ أيضاً بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ مثل خمسة أو اثنى عشر أو اشيرين أو اربعين أو خمسين أو سبعين أَلَا مَعْتَبَرَ كلُّ وَأَهِدٍ مِنْهَا أَلَا مَعْتَبَرَ كلُّ وَأَهِدٍ مِنْهَا قَوْمٌ تَمَسُكًا بِمَا لَا مِسَاسَ لَهُ بِهَذَا الْمَطْلُوبِ لا يمكن تواطرهم على الكذب ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة يعني مصداق المتواطر مصداق يعني ما يصدق ويدل على بلوغه حد التواطر هكذا شرح المصداق الخيالي ومعنى مصداق يعني مصداق الخبر المتواطر يعني يدل على بلوغه حد التواطر هذا وقوع العلم من غير شبهة فإذا قوم يخبرون 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 لو بلغ هذا الخبر يفيد العلم من غير شبهة هذا دليل كون هذا الخبر متواطرا هذا هو خيالي قال أي ما يصدق ويدل على بلوغه حد التواطر يعني أنه لا يشترط فيه عدد معين مثل خمسة أو إثنى عشر وشرين أو أربعين أو سبعين على ما قيل بل لابده وقوع للم منه من غير شبهة فإذا في بعض الله يمكن هذا بأربعة مثلا الخلفاء الأربعة أخبروا بشيء يعتبر متواطرا وفي بعض الأهيان لا يمكن بأربعة ولا بأربعين مثلا هذا قوم من بلد واحد أو من قبيلة واحدة يخبرون بشيء فيهم مصلحة ترجع إليهم فإذا هناك اعتمال توافقهم باقي ثم قيل عليه وهو موجب للمذروري مفاد والمتواطر يبينه المصنف ونقرأه فيما بعد إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين